السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطلبات الثانوية العامة دفعة هذا العام 20-24 الشعبة العلمية والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية طلبة وطلبات المرحلة الأولى والثانية والثالثة الدور الأول والدور الثاني أهلا بكم في قناة الإبداع للبرمجيات وفيديو جديد يخص جميع الطلبة إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو سنرد على جميع الأسئلة اللي بتشغل جميع الطلاب يا مستر النهاردة السبت وبدأ تنسيق المرحلة الثالثة الدور الثاني هنعمل إيه اللي السامرات تسا مجاتش هقول لك كل حاجة بالتفصيل وهقول لك أخبار مباشرة جدا 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 وهطمنك بقى قبل ما تخلص أو قبل ما تطلع من الفيديو بالنسبة للطلبة اللي بتسأل يا مستر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الدور الأول والدور الثاني هتكون إمتى؟ هقول لك كل حاجة بالتفصيل يا مستر مرحلة تقليل الاغتراب هتبدأ إمتى؟ وهل هنلحق نعمل مرحلة تقليل الاغتراب؟ قبل ما الجامعات تفتح ولا لا هقول لك كل حاجة بالتفصيل كمان الطلبة اللي عملت تسأل يا مستر أنا جايب 51 أنا جايب 50% أنا جايب 53% أنا جايب 54% أنا جايب 55% أنا جايب 60% أنا جايب 60% هقول لك مجموعك هيدخل لك كلية إيه بالضبط وهقول لك وقت ما تاجي تنسيق هتختار كليات إيه بالضبط لكن بداية لو كنت طالب أولية أمره مهتم بأخبار التعليم وكمان بأخبار التنسيق ويهمك يصل لكل أخبار التنسيق أول بأول فأريد تنزل فورا تشارك في القناة وكمان تفعل زر الغرض عشان يصل لكل الفيديوهات القادمة وياريت تدعم لبلايك الآن للفيديو وياريت لو قدرت تشاري الفيديو ده شايره بحيث تعم الفائدة طيب هنرد على أول سؤال اللي بجعل جميع الطلاب واللي النهاردة كان فضيحة والكرثة بالنسبة لزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على مرأة ومسمع من يؤتبر البلد النهاردة بقى الكلام ده بيفقرني والله بالزبط زي ماتش الأقل والزمالك اما كان بيافين ماتش بلاتهم والزمالك انسحب طيب النهاردة التعليم العالي فتح يؤتبر تنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلبة الدور الثاني واللي السمار ما جاتش يعني ايه الفضايح ويه الكوارزية بالنسبة للطلبة ما تقلقوش ما فيش اي مشاكل للصمرات ان شاء الله بإذن الله هتاجي يوم الاثنين بالنسبة للمدارس انت معاك طول اليوم هتنسق وان شاء الله بإذن الله زي ما قلت لك امس في الفيديو اللي نشرته كان يعتبر بعد العشاء قلت لك غصبا عنهم هيميدوا تنسيق المرحلة الثانية مش اليوم اضافي ده فيه هاشتاك بنتفعل ويعتبر كل الناس بالطالب الهاشتاك ده لمادي تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الدور الثالث بالاخص الى نهاية الاسبوع لحد يوم الخميس مش هنقول مثلا هناخد التلات بس لا ده الهاشتاك ان شاء الله بإذن الله من غير متعامل الهاشتاك اساسا هم كده كده النهاردة يعني اللي كتب يعتبر الرسالة ديت اساسا يعني اعتقد الدكتور ايمان عشور يعني هيراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويقول اي اللي هبل اللي اخنا عملناه النهاردة لان صراحة كارثة كارثة بكل المقييس اللي انت تفتح حاجة والحاجة الاساسية الرقم السري تبع تعمل حاجة زي كده قدت من نظرتي التربية والتعليم اللي هي تطبح كشوف توداه المدارس او اطبع بيان نجاح وبعد كده باوضل الاستمارة لكن مفيش ترتيب في ارتباك في سر في نتيجة الثانوية العامة وفي سر في نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وهنشوف برضو المرحلة الثالثة وده كله هيبان بالتفصيل بعد كده صدقوني والايام هتثبت لكم في كارثة هدان والايام هتكشف عنها قريبا مثل يعتبر درجات الفيزياء اللي شوفنا ناس حتى جايب اكبر من الدرجات النهائية يعني فيه ناس ليناها والتلام ده ثبت ومستورين كل حاجة من كنترول لتبعات لنا اللي جايب اتنين وستين من ستين ده كارثة ده كارثة اللي بيحصل ده عشان يكون درجة نهائية في مادة من ستين درجة وانت تجيب اتنين وستين بالنسبة لطالبة الدار الثاني ما يقلقوش من اي حاجة ان شاء الله بإذن الله للسامرة هتصل يوم الاثنين وبإذن الله هتلحق تنسأ وهيتمدى غصبا عن نوعهم ليوم تاني وموكل ليوم تالت ورابع وان شاء الله بإذن الله هتدمشي زي الفول كان فيه برضو احدى ولي اولاء الامور او اب طالبة او ام كان بتسأل يا مصر هل مفيش كليات بالفعل اللي طالبة الدار الثاني لا كل طالب محجوز له كليته حسن مجموعه ولو فيه طالب تخلف او مش هنقول بقى تخلف عن المرحلة الاولى والثانية لو فيه طالب جايب دار تاني وممكن يكون جايب سبعين في المية ده يلحق علوم تغزية لو كان شعبت علم علوم لو طالب تاني جايب مجموع زراعة او جايب مجموع كليه التجارة او حتى جايب اقولك مجموع كليتي وكان عنده دار تاني كليته محجوزة وعتزهر له وان شاء الله بإذن الله يختار لها مفيش اي قلق ده بالنسبة للسؤال الاول اللي هو خاص بالتنسيق فتح النهاردة وللسامار ما جاتش لوش الدنيا تمام هتنسقه والدنيا واحنا معاكم اربعة وشين ساعة على مدار التنسيق ومفيش اي مشاكل خالص بالنسبة بقى للطلب اللي بتسأل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لان فيه طلبة بيقول يا مصر بعدما النسق لازم نطبع الوصل مش شرط تطبع اطبع الرغبات بتاعتك احتياطيا تحسبا لأي حاجة تحصل او ممكن يحصل لك مثلا يقول الطلب ده ما نسقش يبقى معاك الدليل اللي انت معاك رغباتك ومعاك اللي يصال اللي ظهر لك في الاخر خلاص كده بالنسبة بقى للطلبة قلنا اللي بتسأل عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الدور الاول والدور الثاني ان شاء الله بإذن الله هتظهر بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الدور الثاني ومعاهم طلبة الدور الاول خلاص كده وارد التنسيق يقفل بالنسبة لطلبة الدور الاول يوم الاثنين ويفتح من جديد لحد يوم الخميس كل الامور مطروحة وكل الامور واردة وارد كمان اللي تنسيق الدور الاول يعدله مع الدور الثاني والتنسيق يفضل شغال ويفتضحه مثلا 24 ساعة 48 ساعة الدنيا يتمشي تمام طيب بعد ما يقلق مكتب التنسيق ان شاء الله باذن الله بعديها معاك 24 ساعة 48 ساعة اخر حاجة 78 ساعة هيتم اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلبة الدور الاول وطلبة الدور الثاني وفي الحالة دي تقدر تعرف النتيجة بتاعتك او انت رحت قليت ايه بالضبط بس لازم طبعا بعد ما تعرف النتيجة تطبع ايصال الرغبات اللي جالك او ايصال القلية اللي جات لك عشان الوصف ده مهم جدا وده هتقدمه مع الملف بالنسبة اا وقت ما تاجي تود الملف للجامعة طيب بعدها مباشرة بعد ما تظهر النتيجة بحوالي موقن 24 ساعة موقن في نفس اليوم موقن بعدها 48 ساعة هيتم بدل مرحلة تقليل الاغتراب لمدة 3 ايام لطلبة المرحلة الثالثة الدور الاول والدور الثاني والطلبة كمان اللي ما عملوش اغتراب لطلبة الدور الاول وطلبة الدور الثاني وزا ما قلت قبل كده والكلام ده على مسؤولية مكتب التنسيق الطالب اللي هو دخل عمل تقليل الاغتراب مناظر وما نجحش ينفع يأمل تقليل الاغتراب غير مناظر وغير القليل بتاعته وفي الحالة دي تدخل وينسق ويشوف الدنيا ولو حد استجام مع الامر يبقى يعرفني الدنيا هتمشي ازاي بعدها بحوالي تنو سبعين ساعة هتظهر مرحلة تقليل الاغتراب نجي بالسؤال الاهم اللي بيشغل جميع الطلاب كان مجموعك هقول لك دلوقتي انت ليه كليات ايه طيب نبدأ بس بشؤبت علم الرياضة الاول عشان نزلهم كلية تربية تعليم اساسي او تربية تعليم عام مش نزلة لشؤبت علم علوم ولا نزلة للأدجة خلاص كده لو انت لو انت جايب كحدة ادنى كحدة ادنى يعتبر تسعة وخمسين وستة وسبعين بالمائة في المائة لحد اتنين وستين ده اعلى جمعة بتاخد بالنسبة لتربية عام من كم دواخت يعني انت عشان تضمن ترحق كلية تربية عام لازم تبقى جايب اتنين وستين وسبعة بالمائة في المائة بالنسبة للمحافزة بتاحتك عشان تدخل المحافزة بتاحتك طيب يا مصدر ادخلها ولو اي مكان بعيد لازم تبقى جايب اكتر من تسعة وخمسين وستة وسبعين بالمائة في المائة خلاص كده بالنسبة لتربية يعتبر بنات لازم تبقى جايب اتنين وستين بقى شعبة علم علوم ومعها شعبة علم رياضة. طيب لو انا مثلا يا مصر انا جايب طب اقل يعني مثلا جايب 60% او مثلا جايب اه بعد بقى نقول بقى 60% او 61 او 62% او 63% او 64% او 63% لحد نهاية ما يعتبر اه او بداية مرحلة التنسيق او تنسيق المرحلة التانية ما خاد ليه كلتي لا كلية تربية طفولة. وليه كلية تربية تعليم ابتدائي. وليه كلية تربية تعليم تربية طفولة مبكرة. وليه كلية اقتصاد مزلي. وليه كلية خدمة اجتماعية. وليه كلية تربية فنية نوعية موسيقية. وليه كلية تربية رياضية بس لازم تبعها من اختبارات قدرات. سواء بنين او بنات. بالاضافة بالاضافة آآ طبعا ليه المعد الفن التجاري والمعد العالي للخدمة الاجتماعية. ده بالنسبة للطلب اللي جايبين ستين بالمائة فاكثر. لحتى مثلا اربعة وستين. طب مسلا طيب اه طالب تاني جايب يعتبر اه اقل من اه ستين بالمائة. يعني مسلا هنقول اه جاي مسلا اه تسعة وخمسين بالمائة. او مسلا من هنقول مسلا يعني من اول ستة وخمسين بالمائة لحد مسلا ستين بالمائة. ليه هم كليات ايه? ليه كلية تربية طفولة مبكرة. بس بشرط التنسيق اللي مايرتفحش. خلاص كده? وليه كلية اقتصاد منزلي. وليه كلية خدمة اجتماعية. وليه كلية اه سياحة وفنادق. وليه المعهد الفن التجاري. وليه كلية تربية نوعية. بنين وبنات. ده بالنسبة لمين? اللي جايب يعتبر من ستة وخمسين لحد ستين بالمائة. طب اللي جايب اقل من كده. يعني مسلا اللي جايب مسلا اه خمسة وخمسين في المائة. هنقول مسلا لحد خمسين بالمائة. يا مصر له ايه? هقول لك له ايه بالضبط. بالنسبة اللي جايب خمسة وخمسين بالمائة. ليك ممكن تلحق كلية خدمة اجتماعية ممكن. مش بيجزم لك ان انت لا لا لان كلية خدمة اجتماعية بتاخد اكتر من كده. ممكن تلحقها انتساب لكن انتظام لا ليك معت فن دجاري وليه كلية تربية رياضية بنين وبنات وليه كلية سياحة وفنادق لو التنسيق انخفض. لو التنسيق انخفض. وليه كلية تربية نوعية فنية موسيقية. ده بالنسبة للي جايب من الخمسين لحد خمسة وخمسين في المائة. طب اه طلبة بيسألوا اكتر يا مصر طب انا اجاب خمسين في المائة بس. او واحد وخمسين او اقصاها اتنين وخمسين. بقى في الحالة دي ما بديبش عليك. انت اقصة محاطة ليك كلية تربية نوعية فنية موسيقية. وليك كلية تربية راضية بنين وبنات وليك يعتبر اه المعهد الفني التباري. خلاص كده? ده من نسبة لشعبة علم علوم وشعبة علم الرياضة. بالنسبة ليه الشعبة الادمية اه قلنا ليهم كلية تربية نوعية فنية موسيقية. ليك كلية تربية راضية. ليه بنين وبنات وليك المعهد العالي الخدمة الاجتماعية الدول بيقبلوا من بين خمسين في المائة لحد خمسة وخمسين في المائة. اما طبعا لو جايب ابطل من كده. فان شاء الله بازل الله. اه ممكن يعني لو التنسيق بتاع الادب انخفض شوية. ممكن كل حق يعني ايه. اه هنقول يعني اه لو خدمة اجتماعية نزلت لك اه اه اتساب هتلحقها. خلاص كده. لو مصر اه طلبة اللي بيسألوا يا مصر تا فيه اداب ما فيش اداب. فيه حقوق ما فيش الحقوق. ولا العلمي ولا الادبي ولا يعتبر لشعبة علم علوم ولشعبة علم رياضة. دي كليات كلها المتاحة بالنسبة لجميع الطلبة. بالنسبة لجميع الطلبة. وبكده يكون عرفنا او ردين على كل الاسئلة. اللي هي بتقل جميع الطلاب. عرفنا مع ظهور النتيجة. بتاع تنسيق المرحلة الثالثة. عرفنا امتى هيبتدي مرحلة تقليل الاغتراب. عرفنا اه التنسيق بدأ النهاردة. اللي السامير ان شاء الله بإذن الله هتاجي الاثنين واخيرا. عرفنا لو انت جاي مجموعة كام لكلتي. دمتم في امان الله. وبالتوفيق مقدما لجميع الطلاب. ودائما موفقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.